اشتركوا في القناة وقبلة الزائرين الباحثين عن كل ما هو جميل قبل ان يسيطر عليها البؤس ويلبسها المجرمون ثوب الحداد مرة بعد مرة على ابنائها الذين تساقطوا برصاص البغي في غرغور وفشلوم وتجورة وكل حي وشارع ترابلسي لم يسلم من هجمات الرعاع المسلحين ترابلس مل اهلها وكل من ضيم الجماعات المسلحة واكبر دليل على ذلك ما جرى من سكان حي الاندلس احد اكبر احياء العاصمة واهمها الذين كتبوا واتفقوا على بيان غضب يمهل الجماعات المسلحة المجرمة اياما معدودة للخروج من احيائهم وشوارعهم وبعد انقضاء المهلة خرجوا عليها للمواجهة وطردها شر طرد وعلى ابواب العاصمة وغير بعيد عنها تشهد منطقة القربول لشرقية ترابلس منذ مساء السبت حالة من التوتر والاحتقان بسبب الاشتباكات الدائرة بين شبان من المنطقة وميليشيا ما يعرف بثوار ترهونة او ما تعرف باسم كتيبة الكاني نسبة الى لقب امرها ولم تتوفر حصيلة دقيقة لعدد ضحايا هذه الاشتباكات بسبب توتر الاوضاع في المستشفى الا ان مصادر اعلامية متطابقة تحدثت عن مقتل ثمانية من شباب المنطقة وتحديدا في حي الروجح المعروف بالحي رقم اثنين يشار الى ان هذه الاشتباكات تعد هي الثانية خلال اقل من عام في المنطقة حيث شهدت الجربولي واقعة اليمة يوم الحادي والعشرين من يونيو الماضي اسفرت عن مقتل حوالي ثلاثين شخصا في تفجير مخزن ذخيرة بعد سيطرة الاهالي عليه في محاولة طردهم لمجموعة مسلحة من مصراتا كانت تتمركز في المنطقة لقناة ليبيا الحدث زايد هدية